أكدت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا أن حوالي 406 ألاف نازح يقيمون في 91 منشأة تابعة للأنروا في المناطق الوسطى وخان يونس ورفح في قطاع غزة وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أكدت الأونروا عن مقتل 13 شخصا آخرين من موظفيها في غزة هو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29 موظفا قتلوا منذ السابع من أكتوبر الجاري ترجمة نانسي قنقر